انا محمد صلاحة شو بيقولك ايه وترجع ترد عليك محمد صلاحة يا طب من لعبة الممتازة كابتن غانم كابتني وانا اتشرفت بمعرفته في النشئين وبعدين لما طلعت فريق اول 74 في ناس كدير ما تعرفش حاجات عن غانم دمه خفيف طيب عشري كلمنا بعض الوقت في المحلات بتاعته كان معنا زيزو والله رحمه سعد نور ومصطفى عبده وفاروق وحسن مجموعة كبيرة جدا كنا بحب نروح نقعد عنده يعني نقيش الجو بعد الكرة هو كان فيه مكسب او خسارة اه اتبنانا او اتبنى معظمنا واحنا طلعين حتى في التدريب انا اتشرفت انه دربت معاك كنت مساعد ليه في النشئين وبعدين حتى من قيمة اخر حاجة شفته بعد الانتخابات حتى 3-4 ايام كنت عادة انا هو ومحمول الخواجة هو اخ بالنسباننا كبير اه عمل حاجات كتير جدا من ناتزة مالك الناس ما تعرفوش ان هو مسل منتخب مصر الاول سنة 74-75 فاكتر من المناسبة وخاصة بالمناسبة ايضارة فلسطين اه دايما لما الناس بتحتاجه بتلاقيه اه اه اقرد ممكن ما مشوفش بعض كتير دلوقتي لكن غالبا بنتصب ببعض ونقابل بعض في النادي اه شبه يومي او يوم بعد يوم بس الصبح مش بالليل لان هو طبعا بينام بدري محافظ لغد دلوقتي مش عاش فيلعب ولا ايه مش عارف الحاجة الحلوة اللي هو هو زاكي أول في الملعب فكان بيلعب الليبرو القديم يعني فكان يقول لنا قبل المارش خشوا وترقصوا مالكوش ده وانتوا بس يعني وأنا أغطيكم نترقص بص لإيه مش موجود فمن ضمن الحاجات الكويسة غانم دايما كان سطر وغطى عندنا أو عد المداربين اللي هو كان أكبر مننا بالنسبة لي يعني فكان مثلا علاقته بالكابتن بروجيلا كويسة جدا كابتن عصان بهيج كابتن زاكي عصمان كل دول كانوا بسمعوا ليه لأن كان مجموعة عندنا كان عندنا حسن والله رحمه طاها وفاروق والخواجه وعلي خليل محمد توفيق وسامي منصور مش عايز أنسى حد كل دولا كانوا نجوم قبل ما يجرنا حتى المداربين فاكرنا احنا الأول بنفرج عليهم فجأة هلقبنا معهم فما خدناش وقت كبير في ان هم يحمونا زا ما قلت حضاك في الملعب وكانوا يطمنون يعني غادم كان يقولك اغلط ملكش دعوة وأنا هغطيك آه مرة آه مرة لأ يعني حسب اللعب لكن في الأول وفي الآخر كنا دايماً لازم نخرج بعد المباراة التعافي ما كانش فيه معسكرات زمان فكنا بروح في نفس اليوم ونرجع بالليل لازم نروح عنده بالليل لازم نروح نزيزع في المحل بتاعه فكانت فيه ألفة آه كبيرة جداً موجودة أتمنى ان الجيل ده دلوقتي مش يتعلم منها طبعاً يعني يستفيد منها على الأقل جوة الملعب وخارج الملعب طول عمره خير بقدر الإمكان مشترك في الجامعية بتاعت الرياضيين بكيادة الأبوية وأخوية كبير الكابتن أبروجيلا ربنا اديله الصحة وأعتقد ان فيه ناس في نادي القلي مشتركين في الجامعية دي وبيدعمونا إحنا كلنا مفيش حد فينا غاني وفقير بس إحنا بنحاول نسعى وبنسعى من خلال كابتن أبروجيلا وكابتن شوبير عشانتوا بعارفين ليه ضلع كبير جداً في الجامعية دي فهي دي الحاجة الإنسانية دي أهم الحاجة عندنا في الدنيا فأتمنى الغاني من يكملها والأجيال اللي طلع بعدين تكملها لأن دي حاجة كويسة جداً أولاً أولاً لازم أتسلم على مصطفى أو المجري لأن أنا تشرفت أنا لعبت معافل متخب كتير وبقول له الحمدلله على السلامة ومنور الشاشة بقول له غانم خودخي بربة كابتنك كابتن مصطفى عبدو من غانم هو الكابتن أنتو الاثنين عندوكم سيمة جميلة جداً خفة الدم والطيبة أتمنى أن يبقى فيه ألفة بيننا باستمرار أتقول إيه للكابتن محمد صلاح أول حاجة محمد صلاح دي حبيب قلبي ويعتبر من أحسن اللعيبة اللي جابيتهم مصر في الباك اليميني وأنت كنت بتقول له إيه؟ أعمله أي حاجة وأنا أغطيهم أعمله أي حاجة وأنا حاسبه ده من المنازلة دي اللي هو يقول له محمد كان فيه محمد توفيق محمد توفيق مهرته على قده أخبره إيه لوقت؟ لا كويس ربنا أدي له صح فالمهم إيه؟ هو بالنسبة للحواح المهرية قليل وكان يصمم يقولك لأسرم بالنور أو سوداء يديني الكرة إنت مش عارفة يا عامة إحنا نقول له من ورافة الدنوب حيغلط ماذا إزاي؟ فالمهم إيه؟ وكان إيه هو يدي يخدش على كرة تيجي من ورات طويلة فمسلا مفروض أنا اللي برو راح أخطي فما روحش فالناس يقول لي الجهري يقول لي اتمردش يقول له سيبوا يتقدم بقى أنا هو متعلمش أنا فاكر اللي هو مرجع لمحمد صحف ومحمد صحح حبيبي طبعا محمد طبعا كلنا كل خير ومدرب من أحسن المدربين ونجح جدا مفيش فرقة مسيكة اللي أوصلها وهو يعتبر من ولاد النادي المخلصين وياريت هو يبقى دمالي موجود في نادي الزمالك موجود في الفريق الأول ويقول أنه هو يستحق أنه هو يبقى مسؤول عن الفريق الأول بصراحة دلوقتي فالمهم يعني تحياته وأمل وأمنياته لأنه ربنا هو أنت ناس كلها بتحبك يا غاني الله يخلي أنا فاكر مباراة أهل وزيبانك بتكرتها الوقت لما محمد صلاح بفكرني فاكر مباراة إحنا كنا الأهل كسبناها اثنين اثنين واحد وفنا